بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيتين تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 2444 وعبر هجرية وعبر فخامة الرئيس في برقيته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده عن أسماء آيات التهاني بما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج لهذا العام وذلك بفضل الله عز وجل وجهود وعناية القيادة السعودية الحكيمة وحكومتها الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسك الحج بكل يسر وأمان